السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم طلاب الصفة الثالثة المتوسط أرحب بكم بدرس جديد معكم الأستاذ محمد النوفلي واليوم إن شاء الله عدنا تمارين مهمة جدا بكتاب الاكتيفتي كتاب النشاط باليونيتس السابع هاي التمارين هنا مثل المراجعة مكتوبات اللغة الإنجليزية بعمال round up يعني مراجعة موجودات في صفحة 118 اللي يحب واللي عنده كتاب واللي ما عنده كتاب هموا مشكلة طيب تعالي يمني هذا التمارين هنا تلافظ صراحة كلش مهمات وراح يجيك منعدهم بالامتحان هواية صراحة زين التمارين الأول منطيني دولة تمام يريدني أحولها إلى اسم جنسية هذه الدولة فمنطيني كلمة انجلند قيل لي يا بحولها إلى جنسية قلت له انجليش لازم تحفظ انجلند صارة انجليش استاذ شلون تجيني بالامتحان يجيب لك ياها يقول لك انجلند صارة انجليش أو اراك صارة اراكي زين جبان شو صير وحط لك هنا فراغ لازم انت اللي تكتب هذا الفراغ يعني يجيب لك مثال محلول ويريدك انت تحل يجيب لك مثال محلول ويريدك انت تحل وحده واضح زين لذلك انجلند الصير انجليش زين جبان الصير جابانيز نضيف لها اي اس اي جابان جابانيز فرانس صير فرانش طبعا هذاني موجودات بدرس الاول بيونت السابع وانش هاريح نكون هنا بس ليش نضيك ياهن هنا لان هيضا موجودات هنا فاحنا هم نذكركم بهن وهم نبه عليهم وهم نفهمكم هنا هن موجودات طيب سبين سبانيش طبعا سبين سبانيش وشنا نصير تغيير اكو اي راح نحذف هنا ويضيفون اي اس اتش كندا كنديا نحط لهم اي اي ان كتر قطر طبعا نضيف لها اي صير قطري ورشا صير رشان طبعا رشا بس راح نحط لها ان بس راح نحط لها ان لبنان لبنانيز طبعا اذا تلاحظ نحذف ال او ان هاي ال او ان تنحذف ونحط اي اس اي شون جابان جابانيز طبعا جابان بس نضيف هنا لا نحذف او ان نحط لها اي اس اي اما السؤال الثاني فهو معاكسات قيل لك بلايت اه سوري هابلي هابلي طيب حبايب القلبي خليني شوي عقنا هنا ايضا باليونت السابع التمرين الثاني هذا هو عبارة عن معاكسات يعني ايضا نفس الحالة راح اجيب لك واحدة محلولة ويريدك ان تتحل فموضوع بسيط ان شاء الله فقال لك يا ابق هابلي هابلي سادلي او ان هابلي زين فهو يعني يريدك تعرف ان هابلي هي ضدها سادلي هابلي بسعادة وسادلي بحزن ان هابلي هام نفس الشي طبعا لها جوابين سادلي واذا كتبت اتنين لا تكتب واحدة من ايضا واثنين هم صح زين سلولي ببطئ او بطيء عكسها كويكلي بسرعة عيد سلولي كويكلي سلولي كويكلي سلولي كويكلي بشكل سيء والشكل جيد بس نحط لها يو ان بس نحط لها يو ان بس نحط لها يو ان بس شو يبطي نحفظها ان 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 انا فرين لان انا فرين لا يو انء فرين او انا فرين لى اواي احنا طبعا كل شي ماнимontكلي انا بس نخطił يعني ماذا كنت غيرycz سيء كتاب او او تكرر تكتاب او وتكرر تكتاب او او تكرر تكتاب zones هادش هدها هدها هو كل معاكسات اللي موجودات في الليولنت السابعة عصلا لاrane ужçeydi ماخكسات اذا موجود هنا ايضا حبايث قلبية عندنا بالتمرين الفالث طبعا هنا يقول كل شيء يو change the adjective into adverb. منطيني الصفات قايل اللي حولهن الى ظرف. يعني تحط لهن الي. وبعدين اش قايل لي? قايل لي ورا ما تحولهن الى ظرف. وحطهن بالفراغات اللي موجودة داخلها. طبعا هذني بالاحمر فراغات. يعني بالامتحان وجنك فراغات. انت اللي لازم تعرفهم. زين. شوفوا حبايبي. خلينا اقول لكم شغلة مهمة. دائما الصفة يجي قبلها is, are, am, was, where. يعني افعال الكينون اللي هن البي. دائما من الصفة. مثلي quite dangerous. هاي الصفة. اما الظرف. يجيني قبلها فعل. الظرف الش يجيني قبله يجيني فعل. تبهل على هاي الفعل يوم مهمة. دير بالك. شوف. حسا مثلا هنا quite هادئ. quitely بهدوء. صار الظرف. زين. شوف. يقول هنا TV presenter. يعني معناها مقدم البرامج. TV presenter. have to speak. يجب ان يتكلم clearly بوضوح. speak. speak. معناها فعل. يعني يتحدث. مقدم البرامج يجب ان يتحدث بوضوح. clearly. شوف. a TV presenter. presenter. have to speak. clearly. يعني معناها مقدم البرامج يجب ان يتحدث بوضوح. clearly. ليش حطينا الي ظرف؟ لأن ذكرنا الظرف. يجي قبله فعل. يعني من تلقى فعل. لازم تحطي هنا ظرف. أو ال-L-Y. تبهل على هاي المعلومة. ركز. هو هو. ركز. دعا. ايش لازم يجينا وراء الفعل؟ ظرف. شن هذا الظرف ب-L-Y. بالامتحان. راح يجيب لك ال-Y. لو بدون ال-L-Y. يعني clear لو clearly. لازم تحقوا لي. ليش؟ لأن فعل. من نلقى فعل؟ لازم نحط وراء ظرف. شوف. من تلقى ظرف فعل هنا؟ لازم تحط وراء ظرف. طبعاً ما راح تجيك بغير طريقة. طمعاً. راح يجيب لك speak clear لو clearly. تقول له لا. clearly. لأن فعل. إذن speak clearly يتكلم بوضوح. انت يتحفظها. انه speak تجوية clearly. speak clearly. speak clearly. speak clearly يتحدث بوضوح. برنام مقدم البرامج يتحدث بوضوح. زين. I speak quietly. أنا أتحدث بهدوء. my teacher مع المدرس ما قالت. شوف. I speak quietly. I speak quietly. شوف. شوف. هنا مو سبعل. speak معناها فعل يتحدث. إذن هي فعل. خذت L-Y. شوف دائماً اللي عنده فعل هنا. استاذة شون أعرف فعل؟ speak يتكلم. فعل الله أكبر. speak يتكلم ما تعرفه؟ من بينه ترى. فعل يتحدث. ها يتكلم. زين. رقم ثلاثة. شوف. drive يسوق. يسوق. فعل. إذن أخذت carefully. إذن لازم أعرف أنه الحل هو carefully. ممكن يتجيب لي هنا. drive clearly. لو carefully. يعني دير بالك فأنت لازم تحفظها كذلك. ولازم تعرف أنه L-Y. لو L. لا L-Y. زين. drive carefully. drive carefully. drive carefully. drive carefully. يسوق. بحذر. آخر شي. if you drive dangerously. dangerously. إذا أنت تسوق بخطر. dangerously. شبيك هنا. you have an accident. سوف تتعرض إلى حادث. you have an accident. سوف تتعرض إلى حادث. إذن هنا شوف. drive dangerously. هذا يسوق بخطر. المفتاح الحل. have accident لديه حادث. ولا تنسى. لما نتشوف فعل. شلازم نحط؟ نحطه من L-Y. إذن هذا التمرين. هذا التمرين. لازم نحفظها كمعنى. ولازم ننتبه. إنه إذا جاب لي. speak. او. drive. ها. speak. او. drive. هذن اثنينات. إذا جاب لك. speak. او. drive. وحدة من الهدن. لازم تختار أم ال L-Y. طريقتين لازم أعرفه. بين قوسين. ضلعيت بالجملة. الحد ما تحرفه. حد ما تنحفظ. فنعرفه. هذا ذن صراحة أهم 3 تمارين. موجودات بالليونت السابع. اللي هنا ينتهي درسنا. شوفكم بدرس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.